ترجمة نانسي قنقر طيب والإسلام يعينك على السيطرة على شهوة المال بالصدقات وبالزكوات والإسلام كمان يعينك على السيطرة على حب الرئاسة بما؟ بالخدمة بالخدمة إذا كنا طالعين رحلة أنت يكون الخادم تبعنا لو نحن أننا لك أنت استاذنا وأنت معلمنا وأنت كبيرنا بس أنت ما ترضى هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابي كان يتناوب هو وثلاثة في أحد الأسفار على ناقة يركب الصحابي الأول ساعة بعدين ينزل يركب الصحابي الثاني ساعة ينزل يركب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ينزل بعدين يريحه الناقة ساعة في الواحد يركب ساعة ويمشي ثلاث ساعات لما ركب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء لما إجابه ينزل قال له الصحابي يا رسول الله أنا خلاص سامحك بدوري أنت خليك راكب والصحابي الثاني قال له يا رسول الله كمان أنا سامحك بدوري خليك أنت راكب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنا بأغنى منكم عن الأجر لا مثل ما تلكون نزل النبي صلى الله عليه وسلم شايف أنت إذا كنت يعني موجود مع أمك وأبيك وأختك وأخيك خدمون إذا كنت موجود مع أرحامك خدمون إذا كنت مع رفقاتك خدمون إذا كنت بالجامع خدمون سيد القومي خادمون أما أنت تععد بالبيت جيبونا الغداء يعود هو أفها الطاولة هايك وفاتح اللي يجواله أمه بتجيب الصحون وأبوه كمان بيجيب المعالي وأخواته بيشتغنوا بس هو قاعد عنده شغلات مهمة عالمية اللي عم بيحلها على هاتجواج هاد يعزز عندك حب الرئاسة وحب الرئاسة من الموبقات يعني توبق صاحبها في أفعال تستوجبوا فيها النار كمان إذا طلعت بالجامع أنت طلعت من الجامع أنا في ملاحظة يا أخوان مرات سامحوني يعني بقول يعني أخ بفتح لبيت الأحزية بيطلع حزاؤه ما بيسكره تركه هايك مفتوح طب يا أخي طلعت حزاك سكره قال مشان غير يشوف أنه هاي فاضي طيب ماشي الحال انت طلعت متأخر ورقيت الغزاني كلها مفتوح الأبواب ممكن انت تسكرون قال هاي شغلة الخادم أخ بيأخد كرسي عن مكانه ببعده وعن مكانه طيب بس تخلص ممكن ترجعه قال ليش أنا هون شغلتي يرجع كراسي شايف أنت عم تعزز في نفسك هذا الذي ينبغي عليك أن تضعفه نفسك الأمارة بالسوء بطبيعتها بتحب الترقص وبتحب الأمر وبتحب النهي بس أنت لازم تدرب حالك على أن تكسر هذه الشهوة كيف بالخدمة بخدمة الآخرين نصيحة أيها الإخوة يعني ساعد الآخرين اخدم الآخرين ابذل الخير للآخرين بهذا تصير نفسك نفسا ملائكية فالقاسم ابن عثمان الجوعية قل حب الرئاسة أصل كل موبقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر